أهلا بحضراتكم في هذه التغطية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة مقتل رايد ألون كودرياشوف مقاتل في وحدة غوز تشكيل كوماندز وذلك في معركة جنوب قطاع غزة بالإضافة إلى إصابة ستة مقاتليين من وحدة العجوز بإصابة خطيرة من المعركة جنوب القطاع وقد نقلت الإذاعة العبرية عن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يؤفى جالنت قوله بأن القوات الإسرائيلية ستوسع عملياتها وتزيد معدل الهجمات على لبنان وستصل إلى بيروت وأماكن أبعد وقد أعلنت مصادر طبية الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 32623 شهيد و75092 مصاب وأضفت المصادر أن الاحتلال ارتكب سبع مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات الأربعة والعشرين الماضية أدت الاستشهاد 71 مواطنا وإصابة 112 أخرين في سياقنا متصل أفادت قناة الكاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها من وسائل علام فلسطينية قالت أن الطيران الإسرائيلي يشن غارة جوية على حي الزيتون بقطاع غزة وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة ولا يزال ألاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية في ظل حسارا خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة وذلك للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية وكانت مصادر طبية قد أعلنت الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 32623 شهد و75092 مصاب وأضفت المصادر بحسب وكالة وفا أن الاحتلال ارتكب سبع مجازر ضد المواطنين في القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية أدت الاستشهاد 71 مواطنا وإصابة 112 أخرين وأشارت إلى أن ألاف المواطنين نازالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات وأن الاحتلال الإسرائيلي يمنع تواقب الإسعاف والإنقاض من الوصول إليهم مستمرين في تغطية إخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكراً جزيلاً لحضر الله شكراً جزيلاً لحضر الله